يستمر الإقبال على الحملة الوطنية للتطعيم في مملكة البحرين حيث بلغ مجموع من حصلوا على الجرعة الأولى من التطعيم المضال لفيروس كورونا حتى مساء يوم أمس السبت أكثر من مليون ومئة وخمسة وستين الف شخص فيما تجاوز عدد الحاصلين على الجرعة الثانية من التطعيم مليون ومئة وعشرين الف شخص هذا وحصل على الجرعة المنشطة من التطعيم أكثر من ثلاثمائة وأربعة عشر الف شخص